لما يحدث هذا؟ وما مصويقة وجود هذا القاصر في محاور القتال؟ الإجابات الشفية لذلك لن يستطيع حتى أحمد الخمسة عشر ربيعا من توضيحها فالإجابة بين أسوار الرجمة لدى من قاد العدوان والدعى أنه على هرم مؤسسة تعمل وفق قوانين ومعايير نعم فحفتر هو المسؤول عن تكرار استخدام القصر بحروبه أحمد قصة أخيات تفضح حقيقة المعتد وأساليبه التي يتبعها بغية الاستحواد عما يريد ولو على جتة أبناء البلاد وأطفالها اليوم وأحمد موجود ضحية من أجل تنفيذ مخططات حفتر ودعمه فإن منهم بعمره يستعدون لاستئناف الدراسة واستكمال منهجهم لإجراء امتحانات الشهادة الأعدادية بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا الكثير هم مثل هذا الطفل الذي أغروه بالمال مستغلين حالته المعيشية الضنكة ليكون مقاتلا يتقضى الأجر كمرتزقتهم الذين يجلبونهم من تشاد والسودان فكم من أبناء البلاد الذين استغلهم حفتر ليبعدهم عن مقاعد الدراسة في المدارس والمعاهد التقنية بتصويغ أن ما يقوده هو جيش للبلاد وما يحاربه هو الإرهاب حروب يشعلها حفتر مستغلا كل ما يمكن فلا يمانع في السهداف المدنيين لإثبات أنه موجود ولا بإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي أو تغذية الحقد والكراهية بين المناطق والمدن وباستغلال منظومته الإعلامية وهي قصة أحمد اليوم تكشف عن وجه آخر مما يلجأ له حفتر